السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عاملين ايه يارب تكونوا كويسين ومقال في خير ان شاء الله في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض اكلة سريعة جدا وبسيطة حلوة لو ما عندكيش وقت هنعمل مع بعض رز بسمتي باللحمة المفرومة اكلة سهلة جدا وخفيفة وبسيطة حطيت على النار بصلة مبشورة في كمية زيت صغيرة جدا مهم تبقى كمية زيت صغيرة لان اللحمة المفرومة ببقى فيها نسبة دهون فعشان مبقاش الموضوع كتير قوي نقلل كمية الزيت بعد كده هضيف التوابل فلفل وبهار وقرفة وزنجبيل وشوية كركم مهم جدا بعد كده ضفت ورق لوري كمان مهم جدا زي ما قلت في فيديو الكابسة ان انا هحط التوابل بتاعتي على البصل نفسها في الزيت عشان تطلع طعمها وتطلع الزيت العطرية اللي فيها كمان فبتدي ريحة وطعم قويين جدا للأكل بمناسبة بقى فيديو الكابسة هسيبلكو اللينك في صندوق الوصف اللي ما شافتش الفيديو هديهم تشويحة حلوة كده ما تنسيش بقى لو انت جديدة في القناة تقولي لرأيك في الفيديو في كومنت وتحطي لايك لو الفيديو عجبك وتشتركي لو لسه ما اشتركتيش بعد كده ضفت طمط ماية مبشورة شوحتها برضو وبعد كده ددتها تشويحة خفيفة كده يعني وبعد كده نزلت باللحمة المفرومة بتاعتي كان فيه هنا جزء لسه ما فكش بس مش مشكلة هديها برضو تشويحة لحد ما لونها يتغير وتبتدي تدخل في السوى في الكابسة كنا سوينا اللحمة الاول وسيبنا جزء من المرأة نسوي في الرز هنا بقى مش هنعمل كده هنا هنزل بالرز بعد ما اللحمة بتاعتها تشرب ميت تنزل ميتها وتشربها هنزل على يعني هنزل بالرز عليها وبعد كده هشوحه برضو هدلو تشويحة سريعة كده بحيث ان كل اللحمة تختلط بكل الرز بالشكل ده كده هتأكل بعد كده هضيف الملح وهضيف كمان مية سخنة طبعا الرز البسماتي بيحتاج شوية مية زيادة عن الرز المصري العادي ضفت كده كمية المية بتاعتي وبعدين هدي الرز بتاعي تقليبة كده عشان الملح يدوم وبعد كده هغطيه واسيبه لحد ما ينشف من المية تماما وبعد كده بنهدي عليه النار لحد ما يكمل سوا وبيبقى دا كده شكله النهائي ما تنسوش بقى تحطوا لايك وتشتركوا في القناة